نجي على المجموعة البعدها اللي هي النترات النتريات اللي هي مجموعة النتروجليسرين المشهورة هذي المجموعة كميكانيزم مهمنا جدا هنانا هذي وتشيك�و اسئله هذه المجموعة مشهورة جدا. اللي هي سامعين بها الحبه تحت اللسان اللي هي تخلي حبه تحت اللسان اه وهذي الحبه راح توسع لك الأوعية طيب شون تتسوي هذا الشي وهي شنو هذه المجموعة مجموعة النتريت أحد أهم وأشهر الأدوة المشهورة اللي هي وهذا حبة تحت اللسان كلكم تعرفوا اسمه النتروغليسرين النتروغليسرين تمام هذا الدواء كتبه ملاحظة short acting يعني يشتغل لمدة 30 دقيقة تمام هذا الدواء النتروغليسرين سهل الامتصاص ينطوم من اللسان ولكن يشتغل لمدة 30 دقيقة طيب لعت فيه long acting يا دكتور حتى ننطيه يطول عند المريض لمدة أطول نعم هذا الآيزوسوربيت هو نفس النتروغليسرين لكن مصنع عندنا آيزوسوربيت داينيتريت وآيزوسوربيت مونونيتريت نسبة النتريت الموجودة هي تفرق هذول الآيزوسوربيت هذولة long acting يعني الفكرة شنو لو جاك سؤال قل لك الطين نتريت مجموعة نتريت وطبعا نحن نعرف مشهورة هذه الأدوية الاستخدامة في حالات الانجاينة اللي هي ذبحة الصدرية اللي ينتوسع الأوعية فانطيني من مجموعة النتريت اطيني short acting نتريت رح تختار نتروغليسرين long acting رح تختار آيزوسوربيت ولخص آيزوسوربيت داينيتريت هذا رح يعتبر long acting يعني لما تنطيني المريض رح يشتغل عنده لمدة أطول هذا الأغلب المرضى اللي عندهم ذبحة صدرية يمشون عليه أما لو في حالات acute وجل المستشفى فاحنا ما ننطي شغله امتصاص هبطي واططول أكثر لأنه ننطي شغل تشغل على السريع مثل النتروغليسرين اللي مشهور واللي كلكم تعرفوه أو في حالات انه هو لو في الدار جدت عنده مباشرة فهو ياخذ النتروغليسرين أما بشكل يومي لو رادي يمشي أموره فياخذ الآيزوسوربيت طبعا يشتغل لمدة طويلة وبنفس الوقت كميته بالدم تصير أقل لأن امتصاصه يكون أبطأ فالسايدفكت أيضا يكون إلى أقل لأن هذه الأدوية حالها حال أي فايزو دايليتر سريع السايدفكت إذ ذكرتها بالكاليسوم شرر بلوكر هي نفسها تقريبا راح أذكرها في هذه الحالة تمام فيعني هي سايدفكت تقدر تستنتجها في هذه المسألة ومسألة صعبة نزيد النتريك أوكسايد بالسموث مصل وهذا النتريك أوكسايد يصنع بالسموث مصل بشكل طبيعي تمام طبيعي فإحنا عمليا نزيد إنتاج السموث مصل للنتريك أوكسايد طبعا كملاحظة النتريك أوكسايد حتى السموث مصل أو يعني الإبثيليوم الإندوثيليوم الإندوثيليوم هذا الإندوثيليوم حتى ينتج لك الداخل الأوعية نتريك أوكسايد محتاج أمينو أسد، منو يعرف شنو هذا الأمينو أسد اللي يساعدك تنتج نتركوكسايد بلوعية دموية؟ سؤال بايو كميستري ما لا علاقة بالموضوع بس يعني لدي أشوف معلوماتكم، منو يعرف يا أمينو أسد يدخل في تصنيع النتركوكسايد بشكل طبيعي بجسمك؟ ها محد يعرف؟ ضع المتحات كأن الأمينو أسد في اللي تق Kritik الارجينين الارجينين مهم جدا طبعا هذا الارجينين وين تلقى موجود؟ موجود في الطعام بشكل عام الخضار وغيره موجود في الدجاج في صدر الدجاج ولذلك يعتبرون أن صدر الدجاج مفيد لمرضى الانجاينة لأنه يحتوي على نسبة الارجينين وأيضا يعطى كمكمل غذائي الآن لكثير من مرضى الذبحة الصدريالية بشكل طبيعي زيد الانتوثيليا مقدرتها على إنتاج النتروكسايد هذا مو موضوعنا بس تفهموا فهنا هذي الميكانيزم مهمة جدا طيب هو لما يروح للسموث مصل هو إجده يحفز داخل السموث مصل حتى يسوي لك الريلاكسيشن هذا لازم تعرفون لي أن تنسألون عليه يحفز إنتاج السايكليك جي ام بي اللي هو عبارة عن سكندري ماسنجر ناقل ثانوي يأدي لك الريلاكسيشن بالسموث مصل تمام؟ سايكليك اي ام بي القوي هذا الاي ام بي يأدي لك الى كونتراكشن سايكليك جي ام بي يعاكسه ويأدي لك الريلاكسيشن طفا أنا هسه مو في دور أنه أذكر شنو معنى سكندري ماسنجر لأن هذي يراد للمحاضرة كاملة بالبايو كيميستري بس اتذكروا أنه الناقل الأول هنا صار عندنا النيترك اوكسايد المادة الأساسية اللي جدتي وارتبطت بالرسبتر الناقل الثانوي اللي سوه تأثير داخل الخلية العضلية هو سايكليك جي ام بي سايكليك جي ام بي سايكليك جي ام بي مت اختال لجي ام بي واحدة سايكليك جي ام بي داخل سموث مصر راح يأدي لك الى ريلاكسايشن فكل شي زيد السايكليك جي ام بي عمليا سوه لك ريلاكسايشن فهذي الميكانزم يا شباب مهمة جدا هذي أكثر شغلة يسئلوكم عليه بالنترو أو نتريت أو نتروغليسيرين وجاية بالكروك أكثر من مرة فنذكر يصنع من الارجينين بالاندوثيليوم بشكل طبيعي لما احنا نمطي نتريت احنا نحفز تصنيع النترك اوكسايد وبالتالي النترك اوكسايد يزداد داخل سموث مصر وراح يرتبط بالرسبترات على سطحها ويأدي لك الى زيادة السايكليك جي ام بي والسايكليك جي ام بي لما يزيد يسوي لك ريلاكسايشن فلو سألت لك سؤال وقلت لك انطيني من مجموعة الفازو دايليتر يعني من هذي كل ذكرتها فازو دايليتر يزيد لك السايكليك جي ام بي ويأدي لك الى ريلاكسايشن تجاوبني مباشرة مجموعة النتريت نتروغليسيريد ايزوسوربيد هذي الادوية تمام طيب هذي اتصور صارت واضحة بالنسبة لكم السؤالي لكم وريد اشوف هسا انتم معلوماتكم احنا قلنا انه النتروغليسيريد يساعد ونستخدمه كاستخدامات اهم استخدام له في حالة الذبحة الصدرية ومنو يقدر يقول لي هو الشون دايساعد الذبحة الصدرية منو يعرف شون يساعد الذبحة الصدرية يالله تقومون thank you للفكرة علي البقيه فازودايليشن زين ك sog ساعد ترجمة نانسي قنقر 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 الطريقة الاولى المباشرة اللي كلكم تعرفوها من خلال انه نسبيا يزوي دايليشن بالكورناري ارتري وبالتالي انه شريان انت اذا كان بانسداد تمام انسداد فانت نسبيا وسعته فراح تقلل نسبيا الانسداد فكمية بلود فلو اكثر راح تصير كمية دم تعبر الى الهارت الى القلب اكثر راح تكون فهذه طريقة من الطرق الطريقة الاولى اللي هي يعني تأثيرها نسبيا مو ذاك التأثير العالي جدا بالنسبة للنتروكليسيرين لكن هي موجودة بالفعل انه يسوي لك ريلاكسيشن بالكورناري ارتريز ويخليها تدخل دم اكثر من ما كانت علي قبل فنسبيا راح تفيد الحالة طيب الميكانيزم الثانية والمهمة اللي ممكن تشوفه بالامتحان وتستغرب من عندها انه يقلل الجهد يقلل جهد جهد القلب شنو يعني يقلل جهد القلب يعني يقلل اوتو كونسامبشن يقلل احتياج القلب الى الاوكسيجين طبعا والمواد الغذائية كيف يا دكتور كيف يسوي هذا الشيء احنا نعرف القلب شنو وظيفته يلا من يقول لي شنو وظيفة القلب يلا وظيفة القلب ايش هي وظيفة القلب ما هي وظيفة القلب اه شوف هاي بامبوبلاد هاي اولى وظيفة القلب وظيفتين استلام الدم وضخ الدم اذا ما راح يستلم دم ما راح يضخ الدم تمام استلام الدم وضخ الدم الفكرة بالنتروغليسرين فكرة بسيطة راح تفهموها هذه الاوردة عدة طبعا سوبرير فينا كافا وانفيرير فينا كافا راح تصب هذول الاثنين راح يصبون وين يصبون بالرايت اتريوم والرايت اتريوم راح يبدأ ينطي الدم الى الرايت اللي بعدين راح من خلال الشريان الرئوي ينطي للرئة تمام وبعدين الدم هذا من الرئة راح يرجع الى الليفت اتريوم وراح يجي على الليفت فينتريكل ومن خلال الليفت فينتريكل يروح للاورتة هذا بشكل عام الدم سيركوليشن او الدم راح تفاهميها فاحنا هنا فكرة النتروغليسرين اللي قلنا يشتغل فينو دايليتر اكثر من ارتريو دايليتر يشتغل اكثر فينو دايليتر فانت لما توسع الاوردة لما انا اوسع الاوردة الدم اللي راجع على القلب راح يكون اقل ولا اكثر يلا جاوبوني لما اوسع الاوردة الدم الراجع على القلب راح يكون اكثر ولا اقل لما انا وسعت الاوردة خاصة في القدم الدم الراجع للقلب راح يكون اكثر ولا اقل كيف اكثر يا علي اقل أقاشون مور لما أنا أوسع الأوردة الدم بفعل الجاذبية راح ينزل للقدم يتجمع في الأوردة العميقة في القدم فكمية الدم أقل راح تجي للقلب فإذا أنا انطيت القلب كمية الدم أقل معنات الجهد حتى يدفع هذا الدم صار أقل وبالتالي أنا قللت الضغط على القلب ليش؟ لأن أنا لو انطيت للقلب كمية أكثر من الدم راح يضطر يضخ هذا الدم اللي إجاه وبالتالي الجهد زاد علي فأني عمليا لما أخلي دم أقل يجي للقلب راح يضخ دم أقل المريض راح يصير عنده ممكن هبوط قليل في ضغط الدم لكن بالمقابل صار الضغط على القلب والجهد على القلب أقل تمام؟ مثل أنت لما تروح للجامعة شايل لك آيباد موجود بيكل كتبك ومرتاح وصديقك إجاه للجامعة شايل وياه حقيبة خطية وعنده بيها 75 كتاب تمام؟ يعني طبعا مش 75 كتاب كان مات المهم هذا المثال واضح فشايل هذا الحمل كله على ظهره هذا الحمل اللي يشيل القلب على ظهره اسمه بري لود بري لود فذكره النتروغليسرين نتروغليسرين هذا النتروغليسرين يقلل البريلود يعني الدم الراجع على القلب ولما يقلل البريلود يقلل الحمل على القلب يقلل الأكسجين كونسبشن يعني كمية الأكسجين اللي يحتاجها القلب لأن قللنا الدم الراجع على القلب خلينا يتجمع بالأوردة فهذا هو الميكانزم الأكثر فعالا أكثر فعالية بالنسبة للنتروغليسرين هذا الميكانزم موجود صح 100% يوسع لك الكورينارتري فيقلل البلودفلو آسف يزيد البلودفلو كمية الدم العابر وبالتالي يحل نسبيا الانسداد الصار لكن بالنهاية الشيء الأكثر فعالة بالنسبة للنتروغليسرين هي تقليل حاجتك للدم من خلال أو تقليل آسف الدم الراجع على القلب وبالتالي يقلل هذه الحالة تمام طيب شوف طيب فهذا بالنسبة للنتروغليسرين هذه أكثر الأفكار المهمة بالنتروغليسرين واني كاتب لكم ياها يزيد بالفينز أكثر من الأورتريز فيقلل لك البريلود وبالتالي يقلل لك الجهد على القلب الاستخدامات استخدام الأهم له هو للإنجاينة بكتورس هو ما يسمى بأكيوت كوريناري سندروم يعني لما يصير عندك تضيق وانسداد في الشرايين القلب إذا صار عندك مايو كارديال انفاركشن احتشافي عضلات القلب هو مايفيد بعد لو مازلت عضلات القلب ما راح بيصير منه أي فايدة خلاص انتهت هي هي الفكرة أنه أنت تحاول تقلل الجهد وتخلي دم أكثر يوصل قبل ما توصل لهذه الحالة يعني حالة الإنجاينة يستخدم في حالة البلميناري إيمبوليزم لما ينسد الشريان الرئوي أو يصير عندك خثرة بالشريان الرئوي ليش؟ لأن حتى يقلل البلميناري أديما الوذمة الرئوية لأنه لما الرئة تلتهب إذا جيبت لها دم أنت أكثر راح تزيد الوذمة راح تلتهب أكثر راح يصير بيها سواء لأكثر راح تتفاقم أكثر فبالتالي وصول دم أقل إلها راح يفيد في هذه الحالة فيستخدم في حالة يعني مو كعلاج لكن كشي مقلل للوذمة الرئوية في حالة انسداد الشريان الرئوي أو مشكلة بالشريان الرئوي السايد ايفكت السايد ايفكت هو حالة حال نتروغليسرين راح ممكن يسوي لك لأن يقلل لك ضغط الدم ممكن يسوي لك كونه موسع للأوعية وأيضا فلاشنج اللي هي الإحمرار في الوجه وهديك يعني ماكو أعراض جديدة هي نفس الأعراض إضافة إلى النتريت بشكل عام ممكن تسوي لك نوع من الأنيمية اسمها أو مو نوع من الأنيمية نوع من التسمم بالهيموغلوبين اسمها مت هيمو غلوبينيميا تسوي لك مت هيموغلوبينيميا شنو اللي راح يصير بالمت هيموغلوبينيميا النتريت لما تزداد بالدم لما تزداد النتريت بالدم راح تأثر على الهيموغلوبين داخل الـ Red Blood Cells وراح تحول الحديد داخل الهيموغلوبين من التكافؤ الثنائي إلى التكافؤ الثلاثي فتذكروا هذا وهذا أيضا جاي بالكروك تمام فتذكروا هذه الحالة فأخذ النتريت ممكن يديك إلى مت هيموغلوبينيميا وتحول الحديد من التكافؤ الثنائي إلى التكافؤ الثلاثي داخل الـ Red Blood Cells وهذا طبعا راح يقلل قدرتها على الأكسجين لأن الأكسجين تكافؤ الثنائي فما يرتبط في الحديد ذا التكافؤ الثلاثي يعني اللي بيه الكترونات اختلفت تمام فهذه أيضا خلوها كسايد نوت مهمة بالنسبة لكم ترجمة نانسي قنقر